اشتركوا في القناة ودلا بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعدت الفريق الركنذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور ونمى على كافة الأصعدة والتي من شأنها تعزيز الارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك متمنيا معاليه استمرار هذا التنسيق في مختلف الشؤون لا سيما في المجال العسكري بما يسهم في تطوير التعاون في الشأن الدفاع بين البلادين الصديقين حضر اللقاء اللواء ركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء ركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر